اشتركوا في القناة الهاكرز هذه الكلمة تخيف كثير من الناس خصوصا مستخدمي الانترنت يريدون الحماية ويريدون من ينقذهم من هذا الكابوس علم الهاكرز هو علم كبير وبدايته كانت قبل الانترنت بل وقبل الكمبيوتر نفسه وهم اليوم يسببون القلق لكل شخص وينتهكون السرية ويخترحون اهم الحسابات فكيف يمكن حماية انفسنا من هؤلاء؟ اذا الموضوع جدا مهم اليوم رح نتكلم فيه في فقرة تكنولوجيا نرحب معنا بضيف فقرة تكنولوجيا ولي دائما ما يفرينا بمعلومات الدكتور أحمد لحنا يانا استاد علم الحاسوب في المحة التطبيقي صباح الخير صباح الخير وحياك الله معنا الدكتور حياك الله اليوم اخترنا موضوع غير الصراحة دام انه الموضوع هذا يشغل بالكثيرين اللي هو الهاكرز وقبل ما ندخل يمكن نقول بالهاكرز اكتر خلق نعرف للمشاهد يعني شنو الهاكرز طبعا يمكن احنا فعلا هذا موضوع ثقافة المعلوماتية مهمة جدا خاصة يمكن في السابق اللي يستخدمون اجزاء الكمبيوتر بس المتخصصين والمبرمجين واللي كذا الان الكمبيوتر اصبح ان كان كمبيوتر مكتبي يعني او كان اللابتوب او كان حتى الاجهزة الذكية فما عندنا ثقافة المعلومات وشنو معلومة وشنو نحافظ عليها وشنو الاساليب اللي انا احمي نفسي فيها صحيح طبعا الكمبيوترز مار في مراحل عديدة نسميها الجنيريشنز يمكن الجنيريشن او الجيل الاول كان بالستينات قبلها مثل ما ذكر التقرير كان اكو شي اسمه هاكرز او they hack يسوون هاكينج على انظمة التلفونات يعني شلون ان انا تنصت شلون استخدم المكالمات الدولية مجانا فك شفراتها فبدأت يعني هذه الموضوع نتكلم عنها ربدا يعني بالتسعي بالقبل قبل حتى جيل الكمبيوترز في الكمبيوترز بالستينات لما بدأ كان الكمبيوتر حجمه كبير وكانت الكمبيوتر موجود فقط في المؤسسات الكبيرة اللي تتداول بيانات اللي ما كان في حاسبات شخصية ولا غيرها فبالتالي كانت عملية الهاكينج وعملية التلصص وعملية الاستيلاء وعملية الدخول الى هذه العوالم وعالم المعلومات كان صعب متيجة النفيح الرأس والكمبيوتر حجمه كبير وما كان المعلومات لها اهمية كبيرة يعني مثل الان كان يعني معقد اكتب من ما هو الحين يعني والحاجة لا كانت قليلة ما كان في تحدي المعلومات ما كانت مهمة ومتاحة بشكل كامل الهاكر هو مصطلح باللغة الانجليزية يطلق على البارع او الشاطر وعادة كل واحد يقول انا هاكر انا كذا لا هو الهاكر في الحقيقة شخص متمكن في علم الحاسب اي وبالدرجة الاولى انظمة المعلومات وانظمة التشغيل والبرمجيات هو اللي يسوي مثلا انظمة التشغيل فعارف نظام التشغيل مثلا الاندرويد الويندوز الاي او اس عارف ان هذه انظمة التشغيل مثلا فيها ثغرات معينة عارف شن الخلل اللي في بعض الاجزاء منها فممكن انه يدخل بشفرة معينة وبتكنولوجيا هو عارفها ودارسها ممكن انه فالهاكر هو شخص بارع في نظام المعلومات وسموهم طبعا هاكر وبعدين سموهم وايت هاكر وسموهم بلاك هاكر وسموهم شي يسمونه كراكر كل هذين لهم مصطلح واحد بس اكيد الوايت هاكر اسلم افضل من البلاك هاتر اللي هو الهاكر الابيض والهاكر ذو القبع البيضاء يسمونه الهات وايت هات هاكر طيب دكتور يعني احنا الحين الشي الغريب انه يعني من الهاكر تنسبة كبيرة منهم اللي هم يكونون من المراهقين فيعني هذا كان مراهق شون قدر انه يخترق الاجهزة هذه وشون يعني توقع الموضوع شوي مسهل يعني يعني هي بالنسبة حق المراهقين اكيد اكونوا وابغ بالمعلوماتية يعني عندها معرفة معينة طبعا انا ما اتكلم عن الهاكز اكون بروفيشنال يعني درجة اولى اللي هم دارسين علوم الحاسوب بالبرمجة يمكن اشهرهم بالعالم كيفين ديفيد هذا الاول يعني الامريكي يدخل وتم سجنة خمس سنوات وطلع عمل بلاو الدنيا واستولى على معلومات كبيرة متعلقة في نيويورك تامز متعلقة في البورصة متعلقة في وزارة الدفاع فهذين يعتبرون خاطرين يطلعون لت بعض الهاكرز اللي عارفين مثلا اسلوب تشفير الدي فيدي الفيلم مثلا ما يشتغل على الاندرويد يشتغل ما يشتغل على الابل يشتغل على الويندو فهو يبي يسوي شيء زين حق ربعة فبالتالي ممكن يتحدى لما نقول النوابغ الصغار غالبيتهم يأتي بمنظومة انه يتحدى ويبين حق زملاءه او مدرسينه انه هو نابغة وفعلا يتعلم ويكون دارس بسوية شغلاته وبالتالي يطبقها وفانشتهر لانهم على قولتهم ترى عندهم مقاقة يعني عشان شذي اهم الاصغار النوابغ هذي اللي تكون الهاكينج او عملية الاختراقات مالتهم لاغراض البروز والاغراض ثبات الكذا انما المحترفين لاغراض التخريب والابتزاز والوصول الى المعلومات الخطيبة طيب الموضوع هذا اللي قاعد نتكلم فيه اليوم دكتور هو يقلق الكثير من الناس لانه فعلا اليوم يقول انا ممكن اي شخص يخترق هذا الجهاز الذكي فشون الشخص هذا او مثلا انا او اي احد ثاني ممكن يحمي نفسه من الهاكرس ان يخترق الجهاز تمام طبعا احنا لما انا ودي اصنف الجهتين خنقول منظومتين منظومة الاشخاص اللي هو احنا نتعامل معنا الابتوب معنا الاجهزة اللوحية والسمارتفونز هذه يعني هذا الغالبية ونتكلم عن الجهات اللي هي الحكومية يعني او مؤسسات مثلا طيران خطوط الكويتية وزارة الداخلية المعلومات المدنية هذه اخطر طبعا اكيد ايه هني خلنا نتكلم عن الجهتين بالجهة الاولى في ناس في هاكرز متخصصين ان يدشون على انظمة المعلومات اللي تعلق في الدولة استيلاء على بيانات مواطنين تعطيل نظام اللي يسوي الخدمة مثلا انا مثلا حين الجوازات وقف هذا خدمة الجوازات عبارة عن خدمة داخلية قصد عندك مثلا البورصة فواحد يدش يسوي تعطيل تبطي يدش على الممر عارف الخلل في نظام التشغيل اللي فيه فبالتالي يسمونا يعني يوقف خدمة بتالي الناس تقعد وتتعطل ولا اهداف تجارية بتزاز غيرها فاحنا هنا شون نحمي نفسنا هنا مفترض المؤسسات المهمة هذه تبني انظمة المعلومات والبنية التحتية مبنية على السكيريتي العالي جدا يعني لا استبخل اقول ما نحط الواير فول ولا السيرفرات ولا اسوي تحديث لنظام التشغيل واوظف ناس مشهود لهم في ان يحمون انظمة المعلومات لان انظمة المعلومات اتهم بلد اتهم ناس اتهم هذا ضروري صارحة مهمة ضروري فما نبدي يعني احنا نقول ودائما في شيء يسمونه البلاك هاكر والوايت هاكر منوا الوايت هاكر ايه الوايت هاكر هو ايضا يخترق ومعروف له ومنابغة ومتمكن هذي اللي يستفيدهم منهم الجهات في توظيفهم عندهم لدى انظمة المعلومات حتى يتعرف على نقاط الخلل في النظام ويتعرف على شنو النقاط اللي ممكن البلاك هاكرز من خلالها يدخلون الى الانظام هذول الوايت هاكرز هذي الوايت هاكرز لذلك اكو مدارس تعلم الهاكرز تعلم الهاكينج فيها فيها اساليب وتعليم ونماذج والطرق تدرس وفيها شهادات لكن مثل ما نقول احنا نبي الوايت هاكر ان يكون شخص يستخدم يحافظ عنظمة السرية والمعلوماتية لدى المالسات اني حق الجزء ثاني واللي همنا احنا كلنا انا عندي الموبايل عندي حساب بالانستغرام عادي ترى اقدر ادش على حسابك بالانستغرام ودش باليوزر نيم الباسود وحط صور لي ابيها والغي الغيك انتي وكذا هذي من خلال برمجيات نفس الشي اقدر ادخل على الواتس او اقدر ادخل على الموبايل مالت او موبايل اي واحد هي الخطورة اكثر شي دكتور مو انه مثلا يدخل على حساب بس بالانستغرام هذا ممكن يسكره صح انه اذا مثلا شاف عليه مشكلة اذا دش على الموبايل نفسه وعلى خنقول الخصوصية اكثر نزل انا لو بس سأل خنقول كل واحدة احيان من المشاهدين بس سألها السؤال اليوزر نيم الباسورد ما للانستغرام مالك هل هو نفسه الباسورد ما للهوتميل هل هو نفسه الباسورد ما للبنك اللي انتكبه انا اذا صدت اليوزر والباسورد ما للانستغرام انا تقدرت ادخل الى كل الحسابات وحول الفلوس وبالتالي يصير المستخدم هذا في قبل يعني للأسف لازلنا استغلنا من كل هالنقاش احنا ما عندنا ثقافة المعلوماتية يعني انا مثلا عندنا الطلاب في الجامعة وفي المعاهد والكليات والحتى الجامعات الخاصة عنده الايميل وعنده الباسورد تدري شون الباسورد اللي حطه وايد مروا عليه وايد رقم التيلفون يعني كل الناس رح يعرفون يعني انا عرف رقم تيلفون اش اقول ها اسوي قاسنج اكيد يمكن يمكن انت الباسورد اللي بنكتش رقم التيلفون اولي كذا لذلك ان يحق المؤسسات مثل البنوك قامت تلعب تسوي طريقة صعبة في عملية شنو الباسورد كل ساعة تعل غيره استخدم اللي هو العالي الحروف العالية والكذا استخدم ارقام معاها ابدأ بكبيتل شمول لتر الى اخرى واجبار انك تغيرك كل شهر لا ويعطيك اسئلة سيكوريتي اخرى شنو اسم ابو الوالدة وين انت شم طفل عندك لان هذه المعلومات الهاكرز من الصعب ان يكتشفها فيكون كذا مستوى لي نسترية حتى نحافظ خاصة في الانظمة اللي هي البنوك يعني ما يحط شي مألوف ممكن اي احد يعرف ربعا هذه الحين لما اقول تبس يعني نصائح اشلون انا احمي احفظها نفسي اول شي اغير الباسورد في كل مجال يعني ما احط الباسورد مالبنك نفسه لان اذا انصاد الباسورد الناس تقول خلاص هذا هذا رقم واحد اثنين ان اغيره بشكل تدريجي يعني شهريا مثلا اغيره اخليه صعب استخدم الحروف العالية يعني ما اخليه سهل بحيث الناس من السهل ان الواحد يعني كذا ما اتركه على ورقة ولا سوي لي وثيقة اكتبه مثلا حساب البنك الفلاني وحطه بالتليفون وحطه بالتليفون او حطه بورد ملف وورد وخزنه على الهارد ديسك لان اذا باقي الكمبيوتر وضاعه او كذا ان اخذت كل المعلومات ممكن واحد ياخذ كل المعلومات فهذه امور يعني وايد مهم ان انا دايما اشفر اغير الباسوردات ما احطها في متناول اليد احاول اسوي عملية تشفير لها يعني مثلا اللي هي مثلا حرف الاي يعني رقم واحد حرف البي مثلا رقم ث مثلا يعني تكون هذه منظومة عندي انا بحيث ان اسوي لي تشفير ذاتي طيب دكتور يعني فيه خنقول احنا غير ان انت دقلت بالبداية احنا ما عندنا هالثقافة هذه الكاملة ان شاء مثلا انا احمي نفسي من الهاكرز هل ممكن الهاكرز هذا يخترق الجهاز وانا ما كن ادري يعني ما معرفة هالموضوع هذا بالضبط انا هذي خليني ايبها على القضية الاتية بالنسبة حق الكمبيوتر الكل تقريبا عندهم ايميل على اللابتوب او على حتى الباد اي اي اييني ايميل من شخص ما اعرفه او يقولي فرصة كبيرة تملك اخذ صورة ها والاعلان مغري ويبيك بس تنزل البرنامج او الصورة سوي الى داونلود اهني انا الجهة هذه ما اعرفها مرات تروح بالجنك يعني مرات في بعض انظمة الايميل تعرف الايميل اللي مو ياي من صديق ولا من جهة معروفة تقطها في المرات تلاقيه في الانبوكس مالي في الصندوق مالي فانا انتبه لا تغرني الاعلانات انا خلني بس ابتعد انا بناقشك انا بعطيك كذا انت ربحت معانا ولا صورة ما اعرف اش لان هذا شو المشكلة بالايميلات هذي اللي تجي مرات ان انا اضغط على زر انزال الملف يطلع لي برنامج خبيل اي ماليشي السوفتوير هذه البرمجيات مجرد ما ينزل عندي معناته خليت كمبيوتري بايد صار كمبيوتري سيرفر بايد اللص او الحرامي او الهاكر بالتالي اي شي اسوي انا ايميل كي ستروكس اللي انا اطبعه اكتبه اكيد باكتب بيوزر نيم وباسورت كل شي ممكن يكون في ايد هذه طبعا يسمونها النقطة الثانية اللي ممكن تيني شي يسمونها فشنغ يعني مصيدة ايييني ايميل يقول انا والله بنك المعرفيش ولا انا شركة الكذا وانا زبون معاهم من زمان يقولون الحق غير اليوزر والباسورت مالك لانه اكو حالات سرقة وفي ناس حاول اديش في حسابك اضغط على الرابط يوديني الى شكل الوزارة او البنك او الشركة اللي انا اتعامل نفسها اي فاروح اقول يا معود خلني اغير الباسورت فحط اللي الباسورت القديم وحط الباسورت مالي اليديد فهم اعرفوا شنو القديم تخزن الكي ستروكاي تخزنت لدى سيرفراتهم وعرفوا ناصر ومحمد ومونة كل اللي دشوا وعطوا معلوماتهم اصبحت بيد هاكرز وحرامية يقدرون يسوون كل شيء في حسابك فننتبه الى عملية كما يسمى بالفيشنج لذلك نشوف الى بعض البنو كتير ديز مسيجات انتبهوا انا صح ما اخاطبكم لبالتلفون فهذه عملية الفيشنج عملية صعبة اني لان حق الاجهزة الذكية الجهاز الذكي انا ممكن الحين تلفونة انتحطتها اي انا اخذها وراويتيني صورة اي اي انزل بعض البرمجيات اي 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 يسمونها التنصت اي اي طبعا برنامج انا اشتري مثلا عشر دولارات ازين انزل جهازك بخطوات ما تتعدى خمس دقائق يعني يمكن الشخص هذا مو حاسن انت قعد تنزل برنامج هذا اي اي مو مو حاسن وبدأنا نزله وحطه على الدسكتوب وبدأنا نحط اليوزر والباسورد اللي انا اشاري الجهاز وبالتالي خلاص احطه الان جهازك في برنامج تنصت تجسس انت تجين ما تشوفينه لكنه موجود ومختفي دكتور انا اللي سمعت عن البرنامج هذا انه انا ما ادري كله شحنه انت حين ما تدري انت حطتي حتى في المكاتب مترحين جهازك رحت وجيتي حطوا البرنامج الان انا المتنصت هذا اللي حطلت البرنامج عند الكمبيوتر يدشحق الموقع ما للشركة اللي شارى البرنامج ويحط اليوزر نيم والباسورد راح يشوف جهازك يطق على واتساب يشوف كل الواتساب ميسجز او بيكترز يطق على المابس الخرايط وين كنتي وين يتي يطق على الميسجز العادية يطق على الكولز المكالمات ما انكلمتي ومدتك المكالمات يسمع المكالمات ايضا في ميزة انه استطيع انه مجرد ما انت تتكلمين في الهاتف تيني بيب او رنق صغير اقدر افتح وانا استمعي لمكالمتك كاملة مو بس انت حاطي جهازك الان وجهازك هو المرصود هو المبيوق يعني ممكن ان انا اشغل المايكروفون واسمع سوال فتش مع اللي دار ما دارك فهذه برامج التنص طبعا وحيقول لي شون تنباع انا اقولك شون تنباع الشركات لما تسويها ما تسويها كبرنامج مخالف للقوانين تقول هذا جهاز للرقابة للمونيترينج عشان تحطينا حق عيالك عشان نحطه حق السايق مثلا اعرف وين راح منو مكلم فهي حط حق موظفيني بالشركة عشان ما بالموظفة بالموظف يشتغل مو يقعد يلعب ويستخدم الموبايل لامور كثيرة فهي برامج لائحية يعني وفق القوانين عشان شي يسمونها المونيترينج يعني اجهزة الرقابة لكن قامت هما بالحقيقة ما يبونها شيء يبونها تستخدم في هذا الاجراء طيب دكتور لان الموضوع هذا وايد مهم بس سؤال اخير قبل ما نختم هذا الحوار الشخص هذا شون ممكن يعرف ان الجهاز هذا خنقول مراقب وشون ممكن يتصرف يعني شون ممكن يسوي طبعا دائما نركب برامج الحماية الابديت لا اقول والله يكلفني عشر يمكن ثلاث دانير خمس دانير لسنة ترى مو مكلف لانه هو يسوي لبرنامج الحماية اوبديت فبرامج الحماية تمنع تركيب مثل هالبرامج فمو بس اركب برنامج الحماية اركبه وتابعه وسوي له اوبديت حتى قضية البرامج الحماية الي يضاع اقدر اعرف وينه وامسح كل اللي فيه احنا متكلم مو بس النقطة الثانية والمهمة شون اعرف الان انا ما ركبت برامج حماية جهازي موجود كل ساعة اشوفه يشب ويطفي اشوف بطاريته بسرعة يعني مو كالعادة اشوفه وايد حار معناته اكو شغل بالباقراند اكو شغل قاعد يشتغل عليه مو انا اللي قاعد اشتغلها هذه شوية يعني مؤشرات مو بالضرورة مو بالضرورة تخلي الواحد ينتبت ان جهازه ممكن يكون مراقبا غير لا يدري اكيد الله يعطيك العافية دكتور انا ادري الموضوع الصراحة ويد مهم اليوم قاعد ان تكلمنا يعني الصراحة فعلا انا تجري لعدة نقاط وعدة اسئلة يمكن ببالي وبالي المشاهدين ايضا يعطيك العافية ان شاء الله المرات القادمة نقدر ايضا نستضيفك كنت شرح لنا شرح مفصل يمكن اكثر عن هالموضوع هذا شكرا لك اذا مشاهدين اليوم في فقرة تلون حياتك مع الاستاذة دلالي الجناعي رح تتكلم عن موضوع جدا مهم اللي هو التسلط ولكن من بعد هذا الفاصل رح نروح الى هذه الفقرة قلكم معنا